شهدت العلاقات بين مصر وإستونيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في ظل الإدارة السياسية القوية لدى البلدين للنهوض بالعلاقات وتعزيزها في شتى المجالات تطور العلاقات بين البلدين عكسته عدد من الزيارات المتبادلة ومحطات التعاون الاقتصادية والاجتماعية والتي نرصدها في التقرير التالي على مدار أكثر من عقد كامل شهدت العلاقات بين مصر وإستونيا تطوراً ملحوظاً في ظل رغبة البلدين تحقيق الاستفادة المتبادلة من الأمكانيات الكبيرة لديهما حيث تحرس مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إستونيا ودول البلطيق بشكل عام في ظل تنامي دورها كقوة مؤثرة داخل التحاد الأوروبي وفي المقابل ترغب إستونيا في الاستفادة من محورية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا ومن هذا المنطلق حرست مصر وإستونيا على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية فضلاً عن تبادل التأييد والتنصيق في المحافلة الدولية وعلى مستوى للتحاد الأوروبي إضافة إلى التشاور المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كالهجرة والأمن الدولي ومكافحة الإرهاب وهو ما يحمل عكاسات إيجابية على الطرفين هذا وتشهد العلاقات بين القاهرة وتالين تطوراً في العديد من المجالات منها الطاقة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية والاتصالات بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات الأستونية في مصر وفي ظل التطور الكبير في العلاقات بين البلدين افتتحت أستونيا القنسلية الفخرية لها بمدينة الغرتقة حيث تعد مصر من أفضل ثلاث وجهات سياحية مفضلة لها خارج أوروبا خاصة لمنتجعات البحر الأحمر خلال فصل الشتاء كما تشارك مصر في معرض تورسيت في أستونيا للترويج السياحية وفي مجال التعليم قام وفد من أقدم الجامعات في أستونيا وهي تاراتو والتي تعد من أفضل أربعمائة جامعة في العالم بزيارة مصر ذلك لبحث سبل التعاون مع أفضل الجامعات في مصر كما تتوافق الرؤى المصرية الأستونية حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث يؤمن البلدان بأن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمات هو التفاوض السياسي والوصول لحل الدولتين وضرورة توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بطريقة آمنة وبدون عوائق وفي الوقت المناسب كما حرص الرئيس الأستوني آلار كاريس على زيارة مصر والمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 والذي استضافته شرم الشيخ وهو ما يؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين ورغبة البلدين في تعزيز تلك العلاقات بالشكل الذي يعود بالنفع على شعبي البلدين